موسيقى مرحبا بكم اليوم راح تحكي عن الدوزان المخفض درجة كاملة والدوزان النظامي بالنسبة للدوزان العود كونه الآلة آت العود هي آلة عادة بترافي المطرب فأصوات الأوتار لازم تكون قريبة كثير لصوت البشر فأفضل دوزان عادة هو الدوزان من دو لفا يعني مثل هذا العود هو دوزان نظامي من دو لفا التونر اللي هو بانو تونر أغلب العالم تستخدمه فهذا الدوزان نظامي هو دو دوزان دو إذن دو أول وتر أنا طبع عندي كمان وتر الشرارة هو وتر الفا خلينا ننسى وتر الفا ومنستخدم أول وتر هو وتر الدو إذن دو أول وتر على البانو تونر بعدين الصول منلاحظ هون الصول هاي بسموها جي بالأميركي ما بيقولوا دوري مي فا صول بيقولوا A B C D E F G فالصول هي بتعادل جي يعني جي أو صول نفس الشي والدو اسمه C يعني حرف السي إذن C أو اللي هي دو جي أو اللي هي صول هون عنا الدي أو الري وعننا بعدين اللا أو الأي وبعدين الفا أو الأف هاد الدوزان بسموه دوزان لا أربعمية وأربعين لا أربعة وين اللا أربعة؟ إذا جبنا ووتر الشرارة فا فاللا رح تكون هاي متل مو شايفين على البانو تونر هاي لا أربعمية وأربعين هي هاي متل ما بقولوا الستاندر أو العلامي الستاندر اللي بناء عليها دي دوزنوا كل الأوتار على دوزان بسموه دوزان أربعمية وأربعين أو هاد على تردد أربعمية وأربعين اللا أربعة أربعمية وأربعين هاد بالنسبة لهذا العود في عنا كمان ووتر الشرارة اللي هو الفا هادول الأوتار مو بس نعرف إنه دو هاي دو أربعة أو بسموها بالميدل دو أو الميدل سي اللي هي موجودة بنصف العلامي الوسط بآلة القيانو كآلة ستاندر إذن هاي بسموها دو أربعة والفا هاي فا الشرارة بسموها فا أربعة كيف يعني أربعة؟ في عنا رينج للأصوات أو مجال للأصوات ابتدوا فيها من عند دو واحد انتقلوا فيه أكتاف كامل لدو تنين هادا رينج أصوات هادوا بسموه الأصوات الخرار بعدين انتقلوا الأصوات من دو تنين لدو ثلاثة اللي هي الأصوات الوساط فإذن بالعود ودو ثلاثة لدو أربعة وبدو أربعة لدو خمسة فأسموا كل مجالات صوتية بإسم معين فالعود ضمن المجالات الصوتية هاي اللي عم نحكي فيها اللي هي دو أربعة وعنا هون سول ثلاثة وري ثلاثة ولا اثنين وفي عنا الفا اثنين هادول الأصوات اللي ممكن البشر بتجيبها فهذا أفضل دو زان حاليا موجود اللي هو من وتر الدو لا الفا هادا بالنسبة للبانو تونر ممكن روح ننتقل على تونر تاني هادا تونر تاني اسمو عود تونر هادا العود تونر على لا أربعمية وأربعين وهون في عنا الأوتار اللي حكينا عنا في عنا دو أربعة اللي هي السي فور جي ثري يعني السول ثلاثة وفي عنا دي ثري اللي هي الر ثلاثة ومثل ما حكينا كمان اللي هي الأي تو والأف تو في ناس بتضيف كمان الوتر اللي هو القرار اللي هو السي تو يعني الدو اثنين لدو نحنا متل ما أن الخمس أوتار هدول كافين لجيبوا أصوات البشر لما منيجي مثلا للدوزان منلاقي الدوزان هون الدوزان نظامي اللي هو اي فور فورتي او لا أربعمية وأربعين هاد هو الدو لازم يكون أخضر على الدوزان دو أربعة وهذا سول أو جي ثري دي ثري اي تو الأفضل يكون أخضر في الممتصف فهذا بسمو عود تونر ممكن ينعمله داونلود على فري على الآيفون مثلا وفي عنا الاف تو او الفا اثنين إذا متل ما أنه من فا ثنين لدو أربعة هنن أصوات البشر لذلك هي أكتر آلة من ناحز فيها بيستخدموها في الغناء آلة العود فهذا الدوزان أصبت دوزان في دوزان اسمه دوزان الفا أحيانا لما بيكون المطرب صوته انخفض يعني نتيجة كبر بالسن أو بده يكون صوت العود رخيم مثل ما نشوف بمعزوفة الربيع أو بعض الأغاني لسيدة أم كالتوم لأستاذ فريد الأطراش أو سيدة فيروز خفضوا الدوزان درجة كاملة بيسموه دوزان فا كيف دوزان فا؟ يعني هذا الصول اليوم مفروض يكون صول اللي اتفقنا عليه هذا الوثرة التاني بيصير فا بيتخفض درجة كاملة كيف يعني درجة كاملة؟ نحن العلامات الموسيقية اللي أنا عليها دو ريمي فا صول لا سيدو في مسافات بناتهم إما درجة أو نصف درجة فبين كل العلامات في درجة كاملة ما بين كل العلامة وتانية يعني درجة صوتية كاملة أو نصف درجة صوتية كلهم ما بين العلامات الموسيقية في درجة صوتية كاملة ما عدا المي والفا بين المي للفا في نصف درجة صوتية وبين السي للدو في نصف درجة صوتية إذن لما منخفض درجة صوتية كاملة فالدو رح تنخفض وتصير سي بيمول لأنه نحن نعرف ما بين السي والدو في نصف درجة صوتية بس نحن نخفض درجة صوتية كاملة من الدو مو بس للسي مننزل للسي بيمول لأنه البيمول بتخفض كمان العلامة الموسيقية نصف درجة صوتية فرح تكون الدو هي السي بيمول السي بيمول نحن قلنا العلامة السي بيمول إذا منناخدها على العود تونر هذا فرح تكون اي شارب يعني لا ديز سي بيمول هي نفس اللا ديز فهي اي شارب أو بالأوربي لا ديز أو سي بيمول كله يشتغل بس هون إذا مننرجع على التونر اللي هو البانو تونر رح يطلع عنا سي بيمول هلا رح نشوفه على البانو تونر بس خلينا نشوفه على الأميركي اللي هو اي شارب نضبطه على اي شارب يعني منخفض الدوزان درجة كاملة وهي بتصير فا الصول بتصير فا طيب الري مننزلها درجة كاملة بتصير الري هي عبارة عن دوب الدوب يعني بالأميركي مثل ما أنا السي والأ يعني هو اللا بتصير جي مننزلها درجة كاملة وهذا الوتر اللي هو المفروض يكون وتر الفا أو الف بصير دي شارب تو ضروري نعرف كمان رقم العلامة مشان ما نشد كتير أو نرخي كتير اذا رح نرجع لون اي شارب اي ثري شارب اي ثري اي ثري سي ثري جي تو دي شارب تو هدول هدول إذا ننضبطن على بهذا التونر اللي هو العود تونر موجود على الايفون رح ننتقل للتونر الثاني اللي هو البانو تونر ونشوف كيف اسم العلامات بالأوروبي سي بيمول إذا ننخفط درجة كاملة فا كمان هون نخفط درجة كاملة هون الري صارت دو اللا صارت سو والفا صارت مثل ما انا هي عبارة عن الري ديز او نحن سمعناها المي بيمول هون مي بيمول يعني مي بيمول او ري ديز هي نفس الشي إذا سي بيمول فا دو صارت مي بيمول هذا العود مخفط درجة كاملة او بسموه دوزان فا او دوزان 392 هيرتز لمين هي 392 هيرتز؟ اللي هي اللا أربعة وين اللا أربعة؟ اللي هي هون هاي اللا أربعة لأنه هون عنا اعلى وتر هو وتر الدو فاللا أربعة هون رح تكون إذا هذا دوزان الفا او نسميه نحن دوزان لا 392 يعني بتصير هاي اللا بتصير سول 392 بتصير اللا عبارة عن سول فبينخفط الدوزان من لا لا سول هاي بالنسبة للدوزان النزامي اللا 440 واللا 392 بتمنى تكون واضحة وشكرا للمتابعة اشتركوا في القناة